بالدراما الخليجية بتطل علينا هودا حسين بمسلسل زوجة واحدة لتكفي من العنوان منقدرنا عرف المطبول وأنه دراما اجتماعية بالدور حول العلاقات الزوجين لكن اسم المسلسل بذكرنا بفيلم امرأة واحدة لتكفي للراحل أحمد زكي واللي اخرجته إناس الدغيدي عام 1990 وكان بدور حول أن الرجل يحتاج لأكتر من امرأة في حياة إضافة إلى هودا حسين بشارك بطولة المسلسل نور الغندور اللي بتقوم بدور بنت هودا حسين واللي لاحظنا بالبرومو أنه نور الغندور ظهرت لمحة قصيرة جدا وكأنه ليست إحدى البطلات الرئاسيات بالعمل ويبدو هالشي أزعجني وما نشرت البرومو على صفحتها على انستجرام واتفت بنشر البوستر لصرتها واحدة هالشي بخلينا نتساءل عن سبب تهميش نور الغندور بالبرومو بوقت تصدرت كبطلة من فترة قصيرة جدا بمسلسل عرابة بيروت واللي هوي كمان من إنتاج جمال سنان تيتر المسلسل أطار لغطي كبير حوله لأنه انتشرت أخبار أنه رح يغنوا أربع فنانات وأنه بيتضمن أربع فصول موسيقية وهني تيتر المقدمة لحلقات العشر الأولى لحلقات العشرين التالية وتيتر النحي وهالفصول رح تكون بصوت نوالة كويتية أحلام أصالة وأنغم وهالشي جعل البعض يقول أن المطلبة واحدة لا تكفي موسيقى موسيقى